السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحل اختبر نفسك على الدرس الاول صفحة 36 الصف الخامس الابتدائي من كتاب الاضواء اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة 3 و 4 في صورة كسر غير حقيقي يعني ايه كسر غير حقيقي يعني البسط كبير والمقام صغير كسر غير حقيقي البسط رقم كبير والمقام رقم صغير هنا عدد صحيح وكسري يعني عدد كسري اعيز اعمله كسر غير حقيقي ارفع الكسر علشان اعمله كسر غير حقيقي ارفع الكسر ارفع الكسر ازاي اضرب وجمع اضرب الثلاثة فاربعة باثناشر واجمع عليها لفوق الثلاثة فاربعة باثناشر اتناشر واحد تلاتاشر والمقام زي ما هو اربعة ما بغيرش في حاجة يبقى تلاتاشر على الاربعة لاختيار رقم اين السؤال اللي بعده العدد الكسري تلاتة وتسعة على ستة يكافئ العدد الكسر يعني ايه يكافئ يعني انا عايزة كاسر تاني ممكن يضبقى مكبسط او ازوده في الضرب يديني بردو كاسر مكافئ عندي الثلاثة خليها زمهية وانبسط التسعة على ستة التسعة دي تلاتة في تلاتة والستة تنين في تلاتة ممكن اقسم فوق على الثلاثة علشان اخليه فى ابسط صورة واقسم تحت على الثلاثة تسعة التلاثة هتديني تلاثة وستة على الثلاثة هتديني اتنين كده بقى عندي العدد 3 على 2 ده كسر غير حقيق علشان اجيب له مكسر مكافئ لازم حاوله الاول لكسر حقيق التلاتة ديت ممكن ننزل تحت عن التلاتة ناخد الاتنين على الاتنين هتديني واحد صحيح ومعايا كمان هنا المقام اتنين اكتبه زي ما هو طب والتلاتة انا نزلتها لحد الاتنين يبقى بقى لي منها كان بقى لي منها واحد بقى هنا واحد ونص وأنا كان معايا أصلا تلاتة يبقى الثلاثة مع الواحد هتديني 4 يبقى معايا 4 ونص الاختيار رقم واحد يبقى انا ببسط الكسر الفوق وببسط الكسر لتحت والباقي معايا بحطه على الثلاثة بزود بي السؤال اللي بعده سعر رقم 3 عندي اعداد صحيحة طبعا في الجامعة بجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح والقصور مع القصور 2 و 3 هيديني 5 المقامات 3 باخد 3 و 1 1 و 1 هيديني 2 يبقى الكسر 5 و 2 على 3 نشوف سؤال أكمل أول سؤال عندي جمع هجمع الأعداد الصحيحة مع بعضها والقصور مع بعضها 2 و 3 هيديني 5 المقامات 6 باخد 6 و 1 1 زائد 5 هيديني برضو 6 الوقت 6 على 6 هتديني 1 صحيح هحط الواحد على الخمسة هيديني 6 نشوف السؤال رقم 2 6 ناقص 5 و 3 هنا في الطرح لازم يكون عدد و كسر مع عدد و كسر الجمع لأ الجمع ممكن أجمع الأعداد مع بعضها ولو معايش كسر بنزل الكسر طب في الطرح هفك الستة دي هعملها 5 و كسر الكسر بقى هيبقى عبارة عن 3 على 3 ليه خدت 3 علشان أنا عندي المقام 3 هيبقى المقامات معايا 1 3 على 3 هيديني 1 لما نزوده على الخمسة يديني 6 يبقى أنا كده عدلت الكسر بتاعي كده أقدر أطرح نطرح بقى الأعداد الصحيحة مع بعضها خمسة ناقص خمسة خلاص هتروح مع بعضها هيديني 0 و مش هكتبه هنا المقامات 3 بخد 3 واحدة وبطرح الباص 3 ناقص 1 هيديني 2 على 3 نشوف السؤال رقم 3 هنا 2 وهنا 7 على 9 وهنا 11 على 9 أول حاجة هبص عليها في الطرح الكسر 7 ناقص 11 ماينفعش 7 ناقص 11 ماينفعش طب أعمل إيه؟ أنا عندي السبعة هنا هتستلف من الاتنين هيبقى الاتنين دي واحد الواحد خلاصت هيطلع ثابت معك بر ليه؟ علشان أنا ما عنديش عدد صحيح أطرحه مع الواحد الواحد اللي أنا باستلفه الواحد اللي باستلفه من الاتنين بكام؟ بتسعة ليه تسعة؟ لأن المقام عندي بتسعة يبقى الواحد اللي أنا باستلفه بالمقام اللي تحت تسعة وهزود عليهم أنا كان معايا فوق كام؟ سبعة يبقى هزود على السبعة ده هي تسعة هتديني ستاشر يبقى الكسر ده بقى ستاشر ستاشر هنقص منهم البسط اللي فوق اللي هو واحد عشر هيديني خمسة على تسعة يبقى واحد صحيح وخمسة على تسعة هنا احنا عملنا إيه؟ أنا استلفت من الاتنين واحد الواحد ده بتسعة الواحد اللي أنا استلفته ده ها بقول عليه تسعة وببص على البسط بتاعي وزود عليه العدد اللي أنا استلفته أنا كان معي سبعة واستلفت عليهم تسعة فيديني كام يديني ستاشر ومعي مسألة طرح هطرح الستاشر نقص منهم الحداشر هيديني خمسة وطبعا ده في أبسط صورة للكسر تعال نشوف سؤال رقم تمانية تمانية سؤال رقم اربعة تمانية واثنين يديني عشرة المقامات واحدة باخد اربعة واحدة وبجمع البسط واحد وثلاثة يديني اربعة اربعة لاربعة هتديني واحد صحيح يبقى الكسر ده هيبقى حداشر السؤال رقم خمسة هنا عدد صحيح وكسر وهنا عدد وكسر طيب أنا عندي هنا عدد وكسر عايز كسر مكافئ عايز كسر مكافئ خدمة الاتنين ده هاي عملها واحد طيب الاتنين الواحد اللي أنا خدته من الاتنين ده بكام بالمقام اللي تحت بالمقام اللي تحت يعني بخمسة المقام خمسة ومعي سبعة كمان فوق يديني اتناشر يبقى 12 على الخمسة نشوف سؤال رقم 6 في صورة عدد كسري عدد كسري يعني عايزه عدد صحيح وكسر عايزه عدد صحيح وكسر أنا عندي التسعتاشر مفيش حاجة أضربها في 8 تديني التسعتاشر فأنا باخد كسر التسعتاشر ده وبنزل به لحد عدد يقبل على التمانية التسعتاشر ما تقبلش طب 18 مفيش حاجة أضربها في 8 تديني 18 عندي 17 16 16 على التمانية هتديني 2 وتقبل الإسمة المقام تمانية زي ما هو ما بعملش في أي حاجة طب 19 أنا طرحت منها أو خدت منها كام خدت منها 16 يبقى بقلي منها كام 3 هل التلاتة تتبسط مع التمانية لا دي أبسط صورة لا تعال نشوف السؤال اللي بعده التوصيل أول حاجة عندي رقم ايه رقم 1 هنا أعداد جمع 1 و 1 هيديني 2 المقامات تمانية باخد تمانية واحد 5 و 1 هيديني 6 ده أول كسر تعال نشوف هنا فيه اختيار 2 و 6 على 8 ما عنديش اختيار 2 و 6 على 8 طيب تعال نحلهم كلهم وبعد كده نوص 3 مقص 1 و 2 لكن 2 مقص 7 ما ينفعش يبقى التلاتة دي هتكون 2 استلفنا لها استلفنا منها 1 الواحد اللي استلفناه هيبقى بتسعة 9 و 2 هيبقى 11 ويبقى الكسر ده بقى 2 و 11 على 9 مقص 1 و 7 على 9 هنا 2 مقص 1 هيديني 2 المقامات 9 باخد 9 و 1 11 مقص 7 4 نشوف السؤال اللي بعده هنا 2 و 7 هيديني 9 المقامات 7 باخد 7 و 1 1 و 6 هيديني 7 7 السبعة تديني 1 صحيح يبقى التسعة دي تكون 10 يبقى السؤال ده ب 10 تعال نحل اللي تحت هنا رقم C 4 مقص 1 طبعا ما ينفعش هيبقى الاربعة دي اعملها 3 والواحد اللي انا خدته بالمقام اللي تحت عندي هنا 8 على 8 علشان نما زوده مع التلاتة يبقى 4 وابدأ اطرح 3 مقص 1 هيديني 2 المقامات 8 باخد 8 و 1 8 نقص 2 هيديني 6 يبقى الاختيار رقم ايه رقم 1 نشوف السؤال اللي بعده هنا 6 و 3 هيدوني 9 مقامات 2 باخد 2 و 1 1 و 1 هيديني 2 2 على 2 هيديني 1 صحيح يبقى الكسر ده ب 10 هنا المقامات 1 باخد 9 و 1 او ممكن اعتبر ان التسعة التسعة دي بتديني 1 يبقى 1 و 4 على 9 1 و 4 على 9 وممكن تجمع وتوحد المقامات سؤال اكبر منه ازار منه تعالى نشوف اول سؤال هنا سبعة وهنا سبعة خلاص ده كده خلاص مع بعض زي بعض نشوف الكسور المقامات واحدة 6 و 6 الكبير الواحد ولا التلاتة لا التلاتة يبقى رقم واحد اكبر منه نشوف سؤال رقم اتنين هنا المقامات واحدة هنا 9 وهنا 9 طيب هنا كسر وهنا عدد صح و كسر خلاص تعالى نرفع الكسر هنا اللي 2 في 9 ب 18 18 و معايا واحد فوق يبقى 19 على التسعة هنا المقامات 9 و المقام 9 يبقى الواحد وعشرين هي اكبر نشوف سؤال رقم 3 اتنين وسبعة هيديني 9 المقامات 11 باخد واحدة 3 و 3 6 هنا التسعة هتروح مع التسعة كده شكل بعض هنا المقام 11 و المقام 11 يبقى الستة الكبيرة ولا التلاتة لا الستة نشوف سؤال 4 هنا هطرح الاول خمسة نقص 3 هنا خمسة نقص ثلاثة هتديني 2 لكن 7 نقص 11 ما تنفعش يبقى هنعمل ايه هاستلف من الايه من الخمسة هتبقى الخمسة دي 4 طيب والواحد اللي انا استلفته اللي استلفته بتسعة هحط التسعة مع السبعة دي هتديني 16 16 نقص 11 هتديني 5 على 9 طيب هنا هنطرح 4 نقص ثلاثة هتديني 1 هنا 1 و 5 على 9 وهنا 4 و 2 على 9 يبقى من الكبير الى 4 نشوف سؤال رقم 5 هنا برضو 3 نقص 5 ما ينفعش يبقى هنستلف هنستلف من التلاثة دي 1 هتبقى التلاثة دي 2 والمقام 8 يفضل زي ما هو وهزود على الواحد اللي انا استلفته من التلاثة الواحد اللي استلفته بتمانية تمانية وتلاثة يديني 11 نقص 1 و 5 على 8 ونبدأ نضرح 2 نقص 1 هي نفسها الواحد مقامات واحدة باخد تمانية واحدة 11 نقص خمسة هيديني 6 هنا 1 صحيح و 6 على 8 لكن هنا 2 صحيح و 1 على 8 يبقى من الكبير الى 2 الصحيح طبعا اكبر نشوف السؤال الاخير سؤال رقم 6 هنا 3 و 3 على 7 وهنا 6 و 6 على 7 نقص 3 و 3 على 7 تعال نطرح ال 6 نقص 3 هتديك 3 المقامات 7 باخد 7 واحد ال 6 نقص 3 برضو هتديك 3 هنا 3 و 3 على 7 وهنا نفس الكسر 3 و 3 على 7 يبقى العلامة بينهم يساو كده احنا خلصنا صفحة 36 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته